المكون الاملاء الموضوع همزة القطع الدرس من اعداد رشيد العوفير الحصة الاولى اقرأ واجيب يجيب التلاميذ عن اسئلة مثل من ترى في الصورة من رافق التلميذ الجديد من استقبل التلميذ الجديد ماذا قالت له الاستاذة اقرأ نص الاملاء التلميذ الجديد اخذ التلميذ الجديد مكانه فسألته الاستاذة ما اسمك انت اين درست في السنة الماضية التلميذ الجديد اخذ التلميذ الجديد مكانه فسألته الاستاذة ما اسمك انت اين درست في السنة الماضية الاحظ اخذ ما هو عنوان الدرس عنوان الدرس هو التلميذ الجديد ماذا اخذ التلميذ اخذ التلميذ مكانه ماذا قالت الاستاذة قالت الاستاذة ما اسمك انت استخراج كلمات الظاهرة استخراج كلمات الظاهرة التلميذ الجديد اخذ التلميذ الجديد مكانه فسألته الاستاذة ما اسمك انت اين درست في السنة الماضية التلميذ الجديد اخذ تلميذ مكانه لجديد فسألته الاستاذة ما اسمك انت اين سنة الماضية اخذ فسألته الاستاذة انت اين اخذ فسألته الاستاذة انت اين اخذ اي فسألته اي الاستاذة او 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 انت او اين او التلميذ الجديد أخذ التلميذ الجديد مكانه فسألته الأستاذ ما اسمك أنت؟ أين درست في السنة الماضية؟ التلميذ الجديد في الأول تكتب همزة الوصل هكذا وتنتق في الوسط تكتب همزة الوصل هكذا ولا تنتق نستمع التلميذ الجديد أخذ التلميذ الجديد مكانه ما هذه؟ همزة القطع تكتب همزة القطع وتنتق دائما فسألته الأستاذ فسألته الأستاذة ما اسمك أنت؟ ما اسمك؟ أنت؟ أه أين درست في السنة الماضية؟ أين؟ أكتب على اللوح أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع أخذ أكتب على اللوح أقلب لوحتي وأنتظر إشارة الأستاذ أصحيح أخطائي أخذ أخذ ألحصة الثانية أتدرب أحيط الكلمة المجتملة على الهمزة أخرج إلى الحديقة يوم الأحد أكرم الصديق أخذ أكتب على اللوح أكرمي وأحصن إلى الجار أخذ 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 أكتب على اللوح أرفع الطباشير وأستمع الأول أكتب على اللوح أقلب لوحتي وأنتظر إشارة الأستاذ أرفع لوحتي أصحيح أخطائي الأول 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 أكتب على اللوح أخرج أخرج إلى إلى الأحد الأحد أكرمي أكرمي أحسن 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 الحصة الثالثة أطبق وقف وقف إقبال أمام السبور وقف وقف إقبال أمام السبور أكفي أكفي إذا كنت الأول أكفي أكفي إذا كنت أحسن أخذ أخذ تلميذ الجديد مكان فاصلة فسألته الأستاذ نقطتان ما اسمك أنت؟ علامة استفهام أين درست في السنة الماضية؟ علامة استفهام أضع القلم الأزرق وأستعمل القلم الأخضر لأصحح أخطائي التلميذ الجديد أخذ التلميذ الجديد مكانه فاصلة فسألته الأستاذ نقطتان ما اسمك أنت؟ علامة استفهام أين درست في السنة الماضية؟ علامة استفهام